السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلينا نعطيكم شوية نصائح تجعل من شخصيتك قوية الشخصية القوية أحد أهم المشاكل الناس اللي تطلب أو تحاول الوصول إلى الشخصية القوية أحد أهم المشاكل هو عدم فهم ما معنى شخصية قوية لأن الناس تخلط بين الشخصية القوية والشخص النرجسي تخلط بين الشخصية القوية والشخص العصبي تخلط بين الشخصية القوية والشخص العنيد تخلط بين الشخصية القوية والشخص الوقح فهذه ليست القوة لكن اليوم أنا ما رح أحكي بالجانب النفسي في الموضوع أنا رح أدخل في الموضوع على طول رح نعطيك شوية نصائح إذا بتطبقها مباشرة الناس تنظر لك نظرة مختلفة تماما أولا الشخصية القوية لا يتكلم بسرعة كلما كان كلامك أبطأ وكلما كانت مخارج حروفك أوضح كلما كانت شخصيتك أقوى هكذا يراك الناس والدليل أنه أنت اليوم حتى لو حاولت تنظر أو تتذكر في السينما لما بدي مجيبه شخص شخصيته قوية دائما بتلاقي كلامه بطيء ما بيحكي بسرعة لا بتلاقي كلامه بطيء وبنفس الوقت مخارج حروفه واضحة هلأ بيضل في سؤال في ناس بتحكي بسرعة شو أعمل عشان أخفف سرعتي في ناس طبيعتها بتحكي بسرعة اسمعني كثير مني لأنه راح أعطيك شغلة مهمة حدد البيس اللي أنت ماشي عليه بمعنى لو كان كلامك عبارة عن موسيقى شو نوع هاي الموسيقى بتقدر تسمعها شو طبيعتها الموسيقى هلل موسيقى لما إنت بتحكي دردان 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 أياً كان اللحن أنا بهمني السرعة اللي أنت تمشي عليها البيس يعني أنا لو بدي أجيب واحد بطبلة ويقعد يطبل على كلامك كيف راح تكون طبلته سريعة راح يمشي بسرعة تخيلك لهذه الموسيقى هذا هذا مهم منه الإنسان ينظر في نفسه الإنسان يطور نفسه الإنسان يحاول تطوير أدواته فبالتالي أنا أنظر وأسمع وأستمعني نفسي يا ترى لو كان حديثك عبارة عن موسيقى هذه الموسيقى ما هي سرعتها شو البيس اللي هي ماشي عليه إذا قدرت تتخيلها كل اللي هتعمله حافظ عن نفس الموسيقى لكن خفف البيس يعني بطئها ببطئ شوي شوي الموسيقى بدل ما تكون بنزل شوي بالبيس وبالتالي إذا كانت أنا بتكلم وعندي مقطوعة معينة وبحاول إني أجيب مقطوعة أقرأها فبقرأها كأني بتكلم مع واحد على السرعة القديمة اللي أنا متعود عليها وبحاول أن أتخيل أنها هذه المقطوعة وأنا بقرأها أنا كل إنسان على فكرة عبارة عن لحن كل إنسان له لحن كل إنسان له طبقة صوت كل إنسان إلو بصمة كل إنسان إلو سرعة في الكلام الشطارة أنك تكون قادر على أنك تمسك هاي السرعة وتلعب فيها تكون كنترول رح أجيب لك مثال أنا بحب كثير ركوب الخيل اللي بيبين الفارس الحقيقي مش بس أن يمسك الخيل ويرقد قدرة الفارس على أنه يتحكم في الخيل ولكون الخيل مسيطر عليه وبيمشي شوي شوي وعن بيسمع كلامه هذه تدل على أنه هو فارس قدرتك على التحكم في أدواتك وتصير أنت اللي متحكم فيها مش تقول والله هيك شخصيتي هاي طبيعتي هو بيحكي بسرعة من يوم من ولده هو هيك من أول ما بلش يحكي هو هيك فهمنا بس اليوم أنت شو دورك أنك أنت تغير هذه السرعة أنك تتحكم فيها فبالتالي اللي بده شخصية قوية بدك تحاول أنه يكون كلامك بطيء أبطأ ما يكون سريع كثير وما يكون بطيء لدرجة الملن الشطارة أنه يكون عندك تنوع القاعدة الأساسية بحكي شوي شوي لكن مرات ممكن أسرع شوي ومرات ممكن أبطأ شوي على حسب كيف ممكن ألفت انتباه الناس اللي حواليه لأنه المونوتون اللحن الواحد والمونولوج أنك تحكي لحالك والتاني ما تسمح لهوش يتكلم كل المونو الشيء الوحادي ممل للناس اللي بيسمعوه فهذه أول نقطة حاول أنك تخفف من سرعة كلامك والتمرين الجميل لهالموضوع أنك تجلس تتخيل أن كلامك له موسيقى وأن الموسيقى هاي إلها رذم كيف الرذم تبعها زي ما حكيت لك تخيل أنه في واحد ماسك طبلة وقاعد جنبك وانت بتحكي يا ترى إيديه رح تمسلخ وهو يقعد يرش ولا رح يمشي شوي شوي نظم بحيث يكون ثابت هادئ حازم هذا مباشرة بينقلك نقلة نوعية في قوة شخصيتك الشيء الثاني خلي صوتك ديب عميق في ناس لما بتحكي صوتها بيكون حاد جدا كل ما زاد حدة الصوت كل ما قل تأثيرك على الناس لانه هذا الصوت بيجرح طيب اخبر اهيك صوتي انا هيك بحكي في طريقة بسيطة الآن رح اعملكم اليها امامكم انا اليوم اذا بحكي آ وبرفع راسي لفوق رح يطلع صوت واذا بنزل راسي لتحت رح يطلع صوت ثاني آ آ آ آ~~~ مباشرة الصوت بتغير ليش؟ الصوت طبييا ما اقد شوي طب الصوت هو ارتداد الهواء على الاحبال الصوتية فالحبل الصوتي لما بتشده اللي بعرفه الموسيقى وبعزفه الموسيقى بعرفه هالكلام بس تشد الحبل الصوتي الصوت بطلع حاد بس ترخيه بطلع الصوت أعمق أفخم وبالتالي إذا كنت أنت من الناس اللي صوتك حاد بتمرن نفسك من خلال أنك أنت تحاول أنك وانت بتتكلم لو نزلت راسك لتحت صوتك بصير أعمق طبعا أنت ما راح تروح تحكي مع الناس وتقولهم استنى حليني أحكي معكم بصوت فخم بتحاول أنك تجيب هاي الطبقة عشان تتعرف على صوتك لأنه فيه ناس ما بتعرف صوته ولا بعرف أصلا شو طبيعة صوته ولا هم انتبه أصلا لها القصة فأنا من التمارين اللي بحبها كثير موضوع أني أنا أحدد وين طبق الصوتي إذا حادي انتبه بجوز تكون من الناس اللي داما بتحكي راسك لفوق فإنت شادد أحبالك على أخير وممكن تكون تقدر أنك أنت ترخي الأحبال شوي شوي فهذا الموضوع بساعدك أن صوتك يكون عندك ديب فويس زي مين ديب فويس؟ زي الممثل الأمريكي المشهور مورغان فريمن اللي يعني لو جبت له حجر وقعد يوصف لك هي بتحس أنك عايش قصة حب رومانسية لأنه بيقدر يحكي بهذه الطريقة وكل الناس المعروفين اللي عندهم الأصوات هذه كل ياتهم ناس مؤثرة لكن فيه ناس بتعتقد الله يا خالقه نعم هي موهبة هي شيء وعطاء من الله قد لا تستطيع تغيير طبقة صوتك وخامة صوتك تغيير كامل لكن ممكن تخفف من الشغلات الخطأ ممكن أنك أنت تصلحها لذلك فيه تمارين غنائية للناس اللي بتغني بتاخد تمارين والمقرئين القرآن بيتعلموا بياخدوا تمارين الشغلة الثالثة حتى تكون شخصيتك قوية صوتك واضح وبتمشي ببطء بحيث تأثر باللي حواليك التنفس لازم تتعلم كيف تتنفس في ناس كثير ما بعرف يتنفس النفس رحمة من الله أنه أعطانا إياه بشكل لا إرادي أنت ما بتفكر أنه أنا هلأ بدي أخذ أكسجين جسمي ناقص أكسجين استنى 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 شوي لازم أطلع ثاني أكسيد الكربون هذه رحمة من ربنا أعطانا إياها لكن لأنها لا إرادية كثير مرات ما بنعرف كيف نتنفس ما عندنا awareness هي موجودة بالعقل الباطن باللا شعور أنت بالعقل اللا واعي مسؤول عن التنفس عشان يعملوا بشكل تلقائي عشان ما تفكرش فيه لكن أنت لو حاولت تفكر فيه تعمل عملية سموها self regulation بتعمل إعادة سيطرة عن نفسك ليش؟ النفس إحنا حكينا ارتداد الهواء على الأحبال الصوتية هو اللي بيطلع الصوت إذا كان ما فيه هواء فيه ناس لما بتجي بتحكي بانقطع نفسه لذلك لما منخاف لما منخاف بتلاقي الصوت راح واختفى ليش؟ لأنك لما بتخاف ببطل فيه تنفس صحيح فبصير بتتنفس بسرعة لأنك خايف فإذا أنت بتتنفس بسرعة ما بيكون فيه مساحة للهواء أنه يضرب في الأحبال الصوتية ويطلع الصوت بالكامل لذلك بنرجع بنحكي من المعروفين جدا اللي كانت تاخد تمارين نفس أم كلثوم أم كلثوم يعني تمارين هلكت ما كانت والله هي أم كلثوم الصوت لازم كل مقرئين القرآن أنا أحب كثير شيخ عبد الباسط عبد الصمت تمارين نفس هاي ضرورية جدا عشان يطلع الصوت بها القوة وتقدر أنك تكمل الجملة للآخر وما تقطع بالجملة فتمارين النفس مهم جدا شيء مهم جدا إذا بدك الناس تاخدك بجدية لازم يكون الإكسبرشن تبعت وجهك ما تكون كثيرة في ناس ما بيميز ولذلك في تمارين عشان تريح وتكون متحكم في العضلات هل تعلم أنك أنت بتحكم في عضلاتك عضلات الوجه كيف طيب عشان تحكم في عضلة لازم أحس فيها طب كيف أحس بالعضلة في تمارين أنك تفتح عينيك وتفتح فمك لأقصى درجة وبعدين تسكرهم لأقصى درجة هذا التمرين الستريتشنج زي العضلة تبعت الإيد بتمدها للآخر بتشدها للآخر فبتصير تحس فيها هلأ الآن ونت قاعد مد إيدك للآخر للآخر وبعدين تشدها للآخر بتصير تحس بالعضلة عضلة اللي بسموها الباي سيبس نفس الشيء التراي سيبس أي عضلة فيه extreme من مدها للآخر وبعدين بنعمل contraction للآخر فبصير أحس بالعضلة نفس الشيء وجهك حاول أنك تحس بعضلاتك عشان تخفف الحركات اللا إرادية والعبث اللي موجود في وجهك شغلة ثانية من أهم الشغلات اللي بتعطي قوة شخصية للشخص اللي أمامك إنك ما تكون معبر كثيرا بيديك ما تكون وانت بتحكي والله كنا جايين وبعدين مشينا وبعدين أنا هو وماشي وأنا مشيت ورا وبعدين قاعدت أرقد ورا أرقد ورا وبعدين أسقط شوسها وبعدين مش عارف إيش وبحبك يا ماما ومش عارف إيش تدل على قلة الثقافة وضعف الشخصية أنا آسف أني أحكيها في حالات معينة لازم تستخدم في إيديك في الشرح لما بتحكي مع أطفال ليش عشان بدك تأثر عليهم بالصورة وبلغة الجسد ولكن ما بتكون حركات مش مقصودة وهب هزارد هيك فوضوية لازم تكون معبرة عن الشيء اللي أنت بتحكيه لكن إذا قدرت أنك أنت ما تحرك إيديك بالمرة وإنت بتحكي في موضوع جد شوف قديش الناس بتتأثر وبتحس إنك إنسان قوي الشخصية جدا طبعا كل هاي الشغلات أيضا إلها تمارين طويلة لكن عم نعطي هيك فيديو ملخص عشان هذا الموضوع دايما وقدات الشباب اللي أول طلعتهم يا ريت في حدا علمنا هالموضوع وإحنا صغار قبل ما نروح نقابل ونعمل مقابلات عمل قبل ما نتجوز قبل ما نمشي فيها الحياة لأنه هاي الشغلات مفيدة أعطيك أيضا تكنيك جميل جدا بدك شخصيتك تكون قوية لا ترد بسرعة تعلم قوة الصمت حدا سألني سؤال وأنا عم بحاول أني أفرض شخصيتي في مجتمع معين ما بيجي واحد بيقول لي مثلا شو رأيك قبل ما يخلص السؤال وعاد بكون أنا مجابه أنا بعرف الموضوع أنت بتعرف شو تعمل أعمل كذا كذا لا لا يا سلام عاد لو تصمت وتسكت بس بشرط مع ابتسام إن سألت سؤال أنت عارف الجواب كنترول مش بدك تكون قوي قوتك هي السيطرة على ذاتك وليس السيطرة على الناس اللي بيستخدم قوته في السيطرة على الناس الناس تكره حتى لو أظهروا له الخنوع والخضوع لكن يكرهوه لكن لا يوجد من هو أقوى ممن يسيطر على ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب شوف الكلمة للرسول شوف جمالية كلام الرسول إنما أوتيت مجامع الكلم من يملك ما قال من لا يعصد من لا يغضب قال لك من يملك نفسه ومالك الشيء يتحكم في ملكه وبالتالي إذا ملكت نفسك تحكمت فيما تملك عندما يسألك إنسان سؤال لا جاوب أنت عارف الجواب ابتسام وبعضين أعطي جوابك ويا سلام لو أعطيت جوابك بسرعة متوازنة ليست سريعة وليست بطيئة بمخارج حروف صحيحة رح أحكي لكم الآن على مخارج الحروف كيف تحسنها للناس اللي عندهم مشكلة في مخارج الحروف ويا سلام لو نفسك صحيح ويا سلام لو ما استخدمت إيديك وقعدت تشوبر وإنت بتحكي ويا سلام لو وجهك ما قعدش يلعب هون أنت بتأثر على الشخص الأمامات صير عندك كارزمة صير عندك قوة شخصية إنسان مالك لنفسه إنسان متحكم بأدواته يعني بما أنه جبنا سيرة مخارج الحروف كيف ممكن تحسن مخارج الحروف الحروف من وين بتطلع من إيش من أيوة من اللسان صح الشطارة إنك إنت لسانك اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني صح وهذا في القرآن دعاء سيدنا موسى طيب أنا كيف أحلل العقدة من لساني أدعي ربنا صح بس مش بدك تاخد بالأسباب هداك نبي دعا ربنا في موقف عظيم بد يروح عند فرعون ورغم هي قل له هارون ابعت لي هارون يشدد أزل لكن إنت اليوم فيه شغلات بسموهم tongue twisters tongue twisters زي إيش زي لما نقول خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل كل الثقافات كل الثقافات في هاي الكلمات تعرف تقول خمس مرات كذا 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 هاي بسموهم tongue twisters هدول مهمين جدا لأنه tongue twisters بيكون فيه أحرف قريبة على بعضها فاللسان مرة بدي يطلع فوق ومرة بدي ينزل تحت يعني لما بدي أحكي خيط الخيط طالعا على حيط الحامن هون والخامن من سقف الحلق فأنا لما أبدل من سقف الحلق إلى الحنجرة هذا بيؤدي أنه اللسان بدي يتحرك بطريقة مختلفة هذا التمرين إذا بيتمرن حالك عليه بيصير عندك طلاقة في اللسان بينطلق لسانك لذلك أنا قبل أن أدخل أي محاضرة أو أي دورة لازم أقعد مع حالي أعمل بعض التمرين من أهمها عندي بكون كاتب tongue twisters ببلش أحكيهم عشان لساني يرتخي عشان ما أكون معقد لساني معقد مش عارت كي بدي أحكي والتأتئ فهذا بيساعدك كثير طبعا مع تمارين نفس مع التمرين اللي حكيت لكم يا عشان أتحكم في وجهي عشان وجهي ما يكون مش حاسس فيه مجمد فبفتح طبعا ما تعملهاش قدام الناس ودخل تخبة وعشان ما حدش تحك عليك وتستحي وقعد هيك في زاوية افتح وغمض ولو عملتها لمدة دقيقة بتحس إنه أنت بديت تتحكم ووجهك ارتاح من الشغلات أيضا الجميلة اللي ممكن تعملها عشان لما تطلع تتكلم مع الناس إذا عندك محاضرة بدك تطلع تحكي أمام ناس رايح في جاها بدك تخطب بدك تتكلم فيه عشان تحافظ على تمنع التوتر وتحافظ على ابتسامه تدل على ثقتك في نفسك بتجيب قلم قلم أي قلم رصاص حبر مش مشكلة حطه في ثمك للآخر بشكل عرضي وعض عليه لأنه لما بتعض عليه غصفل عنك ووجهك بصير مبتسم طب قديش دقيقتان طب شو بصير اللي بصير مش إنه بس وجهك وقالب وجهك بتغير اللي بصير إنه الغدة اللي فوق الكلية اللي بنسميها بالإنجليزي أدرينالي جلاند وبالعربي بسموها الغدة القضرية هاي الغدة بتبطل تفرز كميات كبيرة من الكولتزول تبع التوتر بتبطل هرمون التوتر وبطل ينفرز وبيزيد إفراز الأدرينالين الأدرينالين بساعدك على السيطرة وبالتالي بتكون أكثر سيطرة من وين جبت هالكلام؟ من بيت أبوي؟ مين حكا لي يا؟ ولا قعدت في قعدة وحكوا؟ لا هذا كلام علمي هذه تجارب علمية تغيير لغة الجسد بغير شغلات فيه كيمياء الفيسيولوجي تبعت جسمك فيسيولوجية جسمك تتغير طيب المدة دقيقتين جربها حط قلم هاي وعض عليه عشان تحس إنه كأنك بتضحك يعني بدنا نضحك قصبل عنك كأنك مبتسم بعد ما تشيل القلام فيه شغلة جواتك تتغير شعور جميل لأنه مرات أنت بتحس إنك مش قادر تتحكم من كثرة توتر وخايف إنك تحكي أمام الناس بيكون وجهك جمد مجمد للناس اللي يلا فتحنا الموضوع خلينا نكمل للناس اللي برج فيه ناس بترجقبل ما تطلع تحكي محاضرة صح ولا لا بيقول لك مش قادر رأي يدي بترج أعطيك دواء اسمع مني كثير من وين بجيب لك ما هو من فشلي من الشغلات اللي فشلت فيها ما احنا ما تعلمناش هالشغلات ببلاش امسك شغلة دقيلة جيب لك شغلة دقيلة ومسكها إذا مسكت شيء دقيل بتفرغ هاي الشحنات اللي عم تعمل لك الرج ما فيش إشي دقيل امسك طاولة ضلك ما سك طاولة لفترة وشوف كيف الأمور بتتغير إذا بتعمل كل هالشغلات مع بعض أمورك بتتحسن بظل فيه نقطة أخيرة قوة الشخصية لا يمكن تكون بفراغ الإنسان الفاضي الفارغ من جوه إذا بدأ يمثل إنه شخصيته قوية بيصير بالآخر يميل إلى شخصية غير مرغوبة فاضي زي الفسطق الفاضي تعرف الفسطق الحالة بهذا لما تفتح ويطلع فيه شيء فإنت ما بدك تكون بها لذلك اقرأ اطلع أنا بنصح الكل اطلع اقرأ اطلع احضر تعلم الموضوع مش إنك تدخل تشوف الناس اللي بتعمل تحفيز وموتيفيشن ومش هذا المطلوب وسع مداركك يا رجل يا جماعة وسعوا مداركهم ما تطلعوا على الكلام العام اللي هو شد حيلك والطاقة والهدى ادخل الروح اقرأ طلع مصطلح معين ودور وراه اقرأ التاريخ التاريخ يعيد نفسه أكبر مدرسة في الحياة هي التاريخ اقرأ التاريخ هذا التاريخ بيعطيك أبعاد بيعطيك عمق بيعلمك إن الحياة تعيد نفسها وإنه في النهاية النجاح والفشل هي دائرة لا تكتمل إلا بوجود الاثنين تسمع بتشوف بتقارن ضع لنفسك قدوة في كل شيء القدوة مش يكون مقدس إنه انت هذا قدو تيبدي أقلده في كل شيء بأكله وبشربه وكيف بلعب بدانه وكيف بحك راسه ومين متجوز ومع مين بحكي تأخذ من كل إنسان أفضل ما عنده وبتفهم إنه بواقعية شديدة كل إنسان في خير وفي شرب وكل إنسان ممكن أتعلم منه والحكمة ضالة المؤمن هكذا بصير عندك عمق بصير عندك عمق واللي عنده عمق تكون دائما شخصيته عميقة بيكون عنده قدرة إنه في يوم الأيام لو قرر يكون شخصيته قوية بيكون شخصيته قوية إذا تعلم كيف ممكن يتكلم بالطريقة اللي بتجعل شخصيته قوية بس هذا اللي عندي اليوم حبينا أن أطلع عليكم أخيرا وليس آخرا رمضان كريم كل عام وإنتو بخير وإن شاء الله يا رب ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات خلال شهر رمضان إن شاء الله أكيد رح نظلم تابعين بفيديوهاتنا ما رح نحرم حدا من فيديوهاتنا سواء على فيسبوك إنستغرام تكتو كل الوسائل لكن بدأ أتشكر الناس اللي دعمت قناة اليوتيوب في ناس لهم مني كل الشكر والتحية اشتركوا كأعضاء في قناة اليوتيوب غير السبسكريبشن في جغلة اسمها جوين فلهؤلاء إن شاء الله ولأنه وهالجزاء الإحساني إلا الإحسان ستكون إن شاء الله جلسات وحلقات على طوال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى دردشات فكرية ونفسية طبعا المشتركين سيكون التعاون معهم أفضل لأنه عددهم ليس كبير فحنجاوب كل أسئلتهم حنتناقش حنتحاور عبادة وصيام وطواضع وعلم ومعرفة ويكون جمعنا كل شيء وبرضو تسليه حنتسلى يعني الموضوع إن شاء الله ما يكون دمنا ذقيل عليكم فبدأ أتشكركم وللي حابب يشترك بهذه القناة أو يكون من الأعضاء في اليوتيوب أنا رح أترك التفاصيل في أعلى الفيديو أو بتلاقي في وصف الفيديو في باقي السوشيال ميديا شكرا للجميع سلام عليكم شكرا للجميع شكرا للجميع شكرا للجميع